ترى مجلس النواب إلى تنظيم المنتدى النيابي البلدي الذي عقيد اليوم وذلك من أجل تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمجالس البلدية هذا وأوصل منتدى النيابي البلدي بتطوير التشريعات البلدية بما يعزز صلاحيات المجالس البلدية بالإضافة إلى تحقيق الاستقلال المالي والإداري للمجالس وسرعة البت في الاقتراحات المقدمة من قبل المجالس البلدية التفاصيل في هذا التقرير في خطوة من شأنها إيجاد نقطة التقاء بين المجالس البلدية والمجلس النيابي بوصفها جميعا مجالس منتخبه هدفها خدمة الناخب والتحدث باسمه ولسانه بادر مجلس النواب إلى تنظيم المنتدى النيابي البلدي الذي وضع موضوع التعاون المشترك على طاولة البحث المنتدى جدا هام يصب في مصلحة تعزيز العمل البلدي تعزيز الخدمات يصب في مصلحة المشروع الصلاحيات الملكة الذي دائما يصرح بأن المشروع مستمر في التطور والتطوير لذلك المنتدى نقاشنا عدة أمور يصب في مصلحة العمل البلدي مجلس النواب يؤمن إيمان تام بأهمية دور المجلس البلدي تم التركيز عليه من جانب أن كيفية التواصل والتحقيق التنسيق من خلال اجتماعات مشتركة مستقبلية بحيث يتحقق الهدف بخدمة الوطن والمواطن بصفة عامة زيارة الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية وتعديل آلية اعتماد القرارات أبرز ما طالب به البلديون في المنتدى مؤكدين على أن نجاح العمل البلدي يحتم عليهم السعي لنيل الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس وتحقيق التكامل مع الأجهزة التنفيذية من منطلق المراقبة والتوجيه إلى جانب تعزيز التعاون مع الوزارات الخدمية والتوجه نحو تنمية الاستثمارات البلدية ما يضمن توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع طرقنا إلى كيفية تطوير العلاقة والتواصل بين الأعضاء البلدية والأمانة والنواب اتفقنا على أن يكون هناك اجتماعات مشتركة متابعة الأمور الخدماتية بالذات والمشاريع في قضايا القوانين البلدية وما شبه ذلك وكان اجتماع جدا ناجح طلعنا بمجموعة من التوصيات التي هي الطور العمل بين البلد والبرلمان من جانب آخر يطمح البلديون إلى تشكيل لجان مشتركة مع النواب حول المشاريع والمقترحات ذات العلاقة بالعمل البلدي بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك تعزيز العمل النيابي والبلدي وتأكيد ضرورة التعاون بين النواب والمجالس البلدية يأتي المنتدى النيابي البلدي بسعيه لبناء علاقة تكملية فيما بينهم لتحقيق تطلعات الوطن والاستجابة لاحتياجات المواطنين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين